موسيقى مشاهدين في كل مكان وصلنا إلى الساعة الأخيرة ونستهلها كالمعتاد من أهم وآخر الأخبار لهذه الليلة وتتابعون فيها كيف استعاد الجيش السوري السيطرة على جبل بدرو في مدينة حلب وكيف يقوم بالتقدم في حي الصاخور ويفشل تقدم الإرهابيين في ريف القنيطرة أما في فلسطين المحتلة الكيان الإسرائيلي توعد بزيادة مستوطناته في ضفة الغربية ومن فلسطين المحتلة ننتقل إلى اليمن حيث مجازل النظام السعودي مستمرة ضد الشعب اليمني وتتابعون كيف رد الجيش اليمني سريعا باستهداف قاعدة عسكرية سعودية كانت هذه أبرز الأخبار والعنوين وإلى تفاصيل أهلا بكم ترجمة نانسي قنقر نحييكم من جديد أفادت مصادر خاصة لمراسل الإخبارية في حلب بأن الجيش العربي السوري أحرز تقدما في حي الصاخور شرق المدينة وضيق الخناقة أكثر على الإرهابيين وذلك بعد استعادته السيطرة الكاملة على جبل بدرو بمدينة حلب جولة لكاميرا الإخبارية مع مراسلين وليد هنايا من مشارف جبل بدرو إلى داخل مساكن هنانو بعد السيطرة عليها نتابعها بداية جولتنا مشاهدة الإخبارية سوريا من النقاط المشرفة إلى الأحياء الشرقية من مدينة حلب التي سعادتها قواتنا المسلحة الجيش يسعى عبر عمليات مكثفة بالوصول إلى داخل الأحياء الشرقية عبر عدة محاور هزيمة المسلحين في مساكن هنانو وضعتهم في مازق حقيقي نظرا لأهمية الموقع الجغرافي للمنطقة فهي عوضا عن ارتفاعها تشرف على حي الحيدرية المجاور وتضيق الخناق على المسلحين من جهة جبل البدرو وفي حال تابعة قوات الجيش العربي السوري وهو ما نشاهده والحلفاء التقدم باتجاه حي الصاخور من جهة مساكن هنانو فالنتيجة ستكون تقسيم معاقل المسلحين الشرق حلب إلى قسمين الجيش متقدم باتجاه الصاخور والشعار وامتدادا على طول طريق المطار باتجاه الحياء الشرقية لمدينة حلب يتم الآن اقتحام حي طريق الباب ودوار الصاخور والحلوانية باتجاه الآن تستطيع التقدم على اتجاه جبل بدرو وسيتم التكميل إلى حي الشعار والحلوانية قدمنا بتجاه مساكن هنانو حررناها كلها من الغرب من الشرق إلى الغرب هلق متجين بتجاه الشمال بتجاه العشوائيات عمدخل الصاخور وتم تعميل المدنيين بشكل كامل ها هو علام الجمهورية العربية السورية مرفوعة في سماء مساكن هنانو والعمليات العسكرية هي تسحق الارهابيين باتجاه الاحياء الشرقية نعم هذا هو من قبل بواسل ونمور الجيش العربي السوري وليد هناي الاخبارية السورية من مساكن هنانو شمالية الاحياء الشرقية وفي حلب أيضا رصدت كاميرا الاخبارية في مشفى الرازي بعض تفاصيل معاناة الأهالي الذين استشهد عدد من ذويهم وجريح آخرون في اعتداءات الارهابيين أثناء خروجهم من أحياء حلب الشرقية مشاهدين مشاهدي الاخبارية السورية نتواجد حاليا في مشفى الرازي الذي نقل إليه المصابين وأيضا الشهداء من أبناء أحياء حلب الشرقية والذين تعرضوا أثناء خروجهم وهروبهم من تلك الأحياء باتجاه نقاط الجيش العربي السوري لرشقات نارية من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة ما أدى لارتقاء خمسة شهداء في صفوف المدنيين وإصابة آخرين بينهم أطفال بطبيعة الحال سنتوقف أكثر عن ما جرى من خلال اللقاءات التي سنجريها مع المدنيين المصابين القادمين من الأحياء الواقعة شرق المدينة نحن كنا في بيوتنا أجوا علينا دقوا الباب الإرهابية لا تطلعوا من البيوت خليناهم اللي يروحوا صار بدأوا نهدوا البيوت فوقنا طفشنا طفشنا تلاقونا ضربوا واحد على أجري غوّسوا بالنار تخبينا بالحواش خليناهم اللي يروحوا طفشنا ضلينا نمشي نمشي إلى طريق شحنة جار مشينا عند معمل الأزرق تلاقونا بجي ربع ساعة مشينا والغزائب فوقنا والضرب فوقنا ومشينا قعشين قوم المهم ليه وصلنا تلاقونا الله يبقى فوقنا وخلصونا يعني الحمد لله بيذقل الجيش أنا هي كانت فرقتي بس بخاوفونا ما بيصير تطلعوا عن النظام بدوا يقطلوكم بيقطلوا أولادكم بيأخذوا جوازكم ما بيخلونا نطلع أولة مبارحة قال لا اتفقنا أهل الحارة كلياتنا بدنا نطلع وطلعتوا مبارح طلعنا مبارح شو صار بتطلعوا؟ قطعنا الاستياد قم ضربوا علينا الحر ووصلنا كلياتنا بجرينا وابني بخاصرتوا ومشفة جامعة كمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله خيروا يعني ضبحنا جوة ضبحنا كل شي يعني يجد حكي لك يعني حاكم أبو يطلع مع ايدي يخوى كي لك الله عليك ألف عافية إن شاء الله يا رب مين أمن خروجكم من هناك؟ نهزمنا عزيمة رصاص ورانا متى المطر مين ضرب بيك يا عبد روب؟ المسلحين صار يضربوا علينا أولادك نصابوا؟ هذا الصوبة بقى أبو البنهارين وفي جارنا كان يطلع كمان ضربوا أطلوك ومو برضو المسلحين شفتوا للجيش اليوم لك بارك الله في الجيش والله يخليننا الجيش موسيقى استهداف المدنيين الهاربين من الأحياء الواقعة شرق المدينة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة ليس إلا دليلا ثابتا على أن هذه المجموعات كانت تتخذ من المدنيين دروعا بشرية أنص رمضان الإخبارية السورية حلب الرحمة والخلود لكل الشهداء وشفاء العاجل لكل الجرحة نبقى في نبض الميدان ومن حلب إلى حمصة ودرعا موسيقى 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 دمر سلاح الجو السوري آليات وأوكارا لإرهابي داعش وجبهة النصرة في ريف حمص وقامت وحدة من الجيش السوري بتدمير وكرين لإرهابي جبهة النصرة في مخيم النازحين بدرعا موسيقى تجمعات تنظيمات التكفيرية تتهاوى تحت ضربات الجيش العربي السوري الذي يوسع من تقدمه بعد تكبيدها خسائر كبيرة على مختلف محاور تحركاتها موسيقى في ريف حمص الشمالي نفذ سلاح الجو طلعات المركزة على مواقع لتنظيمي جبهة النصرة وداعش الإرهابيين ما أسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير مقرين لهم وعدد من الأليات في تلبيسة والرستن وتير معلى وفي قرية رسم السبعة شرق المدينة موسيقى في ريف حماء الشمالي دمرت وحدات من القوات المسلحة مدعومة بالطيران الحربي مقارة وآليات لإرهابي جيش الفتح وذلك في ضربات مكثفة على خطوط إمدادهم في بلدات وقرى مورك وعطشان وسكيك وشمال معان وطيبة الإمام والمزارع بين الزكاة وكفرزيتا ما أسفر عن القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين في ريف إدلب الجنوبي دمر الطيران الحربي أليات متنوعة للتنظيمات الإرهابية وأوقع العديد من أفرادها بين قتلى ومصابين في قرى وبلدات عبدين وكفرعين وكفرسجن وخانشخون والتمانع إلى درع جنوبا حيث نفذت وحدة من الجيش رمايات دقيقة على أوكار الإرهابيين في محيط الساحة بصر الشام عند الطرف الشمالي لمخيم النازحين ما أسفر عن تدمير مقرين وسقوط عدد من الإرهابيين بين قتيل ومصاب نبقى بيدانيا حيث أفشل الجيش العربي السوري آخر محاولات الإرهابيين لتحقيق تقدم في محافظة القنيطرة معرفة بمعركة حمراء الجنوب مراسل الأخبارية علي الأحمد والتفاصيل حمراء الجنوب اسم أطلقه الإرهابيون على معركة انتهت قبل أن تبدأ ورد حاسم قسم ظهر التنظيمات الإرهابية جعلهم يعترفون بالهزيمة التنظيمات الإرهابية المسلحة استخدمت التمهيد المدفعي العنيف بالراجمات والدبابات كلم تتمكن من زحزحة عناصر الجيش العربي السوري من مناطق تثبيتهم ومرابطتهم أيضا التلال المحيطة المحيطة بمكان الهجوم كان لها الدور الأبرز في صد هذا الهجوم عبر استهداف تحركات وآليات التنظيمات الإرهابية المسلحة وقطع طرق إمدادهم أيضا استمرت سيارات المؤاذرة بالعبور إلى منطقة جبات الخشب وبيتجن عن طريق الحميدية قادمة من ريف درعة كثف رمايته بشكل ضخم جدا المسلح طبعا لأنه إسرائيل عبدتدعمه بالسلاح وإردن عبدتدعمه بالسلاح وإردن عبدتدعمه بالسلاح كثف رمايته بشكل رهيب على السرية الرابعة ونقطة النقار التي استرجعناها من ثلاثة وربعة أيام تم الحمد لله صد الهجوم الهجوم العنيف العنيف بالقوات والعنيف بالأسلحة الثقيلة والصواريخ وتم الحمد لله صد الهجوم وتكبيد العدو وخسار فادحة بالأرواح والعتاد حمراء الجنوب كما اسمتها التنظيمات الإرهابية المسلحة دعا مشارك فيها أنهم يجدون نصرة أقرانهم في حلب الذين ينهزمون أمام ضربات الجيش العربي السوري إنما الغرض منها إعادة فتح طريق إمداد لتنظيمات الإرهابية المسلحة في بيتجين وأعادة فرض الحصار على قرية حضر في ريف القنيتر الشمالي وذلك في ظل المصالحات الجارية في ريف دمشق الغربي التي ستؤثر عليهم كثيرا لقناة الإخبارية السورية علي الأحمد ريف القنيتر نبقى في شهن السوري ومن الميدان إلى سياسة ترجمة نانسي قنقر أكد المفتي العام للجمهورية العربية السورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون على مكانة الإنسان في كل الأديان السماوية منتقدا دور وسائل الإعلام الغربية في تشويه الحقائق حول ما يجري في سوريا الدكتور حسون وخلال لقائه وفدا من الاتحاد العالمي للكنائس الإنجلية المصلحة في العالم أوضح أن الهجمات الأرهابية التي تعرضت لها دول عدة ليست إلا نتيجة دعم هذه الدول لتنظيمات الأرهابية وغض النظر عما ترتكبه من جرائم لا إنسانية بحق شعوب المنطقة من جهته رئيس الوفد القص غريس فرغسون أكد أن أنصار الاتحاد ليسوا خائفين أن ينقلوا الحقيقة في وجه الإعلام الغربية الكاتبة هذه الرسالات التي يحملها سيادته الآن للمؤتمر الذي سيعقد العام القادم لـ 80 مليون مواطن إنسان في العالم أعتقد أنها رسالات من أجمل وأقدس الرسالات التي يجب أن تنقل نحن أمة نريد السلام نريد الخير نريد لفلسطين أن يكون فيها المسيح عليه السلام وأن يكون فيها محمد وأن يكون فيها موسى وأن يكون فيها إبراهيم دون أن يعتدي أحد على أحد هذه رسالتنا التي نحملها لسيادته ليقول للعالم أن كل ما يحدث في منطقتنا هو من خارج منطقتنا لا من داخلها فأبناؤنا لم يتقاتلوا في يوم من الأيام من أجل طائفة أو مذهب أو دين اجعلوا هذه الأرض أرضا مباركة امنعوا وصول السلاح إلى هذه المنطقة رأيت في سوريا إرادة الحوار وشهدت اللقاء والتعايش بين المسجد والكنيسة من أجل بناء السلام وأدركت أنه لا يمكن تدخل الخارج في سوريا يجب علينا جميعا أن نركز على الإنسان ونحمي حياته ويجب أن تتوقف الأعمال الإرهابية التي تجري بمساعدة دول خارجية داعموا الإرهاب مصرون على مواقفهم مشيخة قطر تجدد التأكيد على الاستمرار في دعمها للتنظيمات الإرهابية في سوريا من خلال ما اسمته مواصلة تسليح المعارضة من مربع إلى آخر على خريطة التخبط تنتقل مواقف الأنظمة الرعية والدعمة للتنظيمات الإرهابية في سوريا وزير خارجية مشيخة قطر يجدد في مقابلة مع وكالة رويترز على سياسة نظامه بتأكيد مواصلة تسليح ما يسميه المعارضة السورية حتى في حال أنهى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الدعم لها تنظيمات تقتل وتدمر وتخطف المواطنين وتستهدف البنية التحتية وتتحالف مع العدو الإسرائيلي وأنظمة رعاية الإرهاب يصر نظام القطري ونظرائه في السعودية وتركيا ودول غربية على تسويق تسمية معارضة لهذه التنظيمات في محاولات يائسة للتغطية على دعم الإرهاب المتواصل دعم يأتي في إطار الأجندة الاستعمارية التي تستهدف الدول العربية المقاومة للمشروع الصهيوني وشعوبها في مشروع اصطدم ولا يزال بإرادة الصمود السوري الذي يتابع تدمير حلقات العدوان واشنطن التي تمتلك قاعدة لعديد العسكرية في قطر وهي مركز القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط والتي يصر وزير خارجية مشيخة قطر على تسميتها بالحليف تؤرق إشارات رئيسها المنتخب الخليجيين المنغمسين بمشروع الدمار الإرهابي وهذا ما تعكسه تصريحات وزير خارجية مشيخة قطر الذي يحاول الظهور بمظهر امتلاك القرار السياسي مظهر تسقطه كل الوقائع والحقائق التي تعري أكذيب المسؤول في النظام القطري وأنظمة التبعية التي تدور في فلك واشنطن وزيراء الداخلية والإدارة المحلية ومحافظ حلب يتفقدون المدينة الصناعية بالشيخ نجار ويتابعون أوضاع العائلات الخارجة من أحياء حلب الشرقية اللواء محمد الشعار وزير الداخلية والمهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة ومحافظ حلب حسين دياب تفقد واقع المدينة الصناعية بالشيخ نجار واتطلعوا على حجم الدمار الكبير الذي ألحقته العصابات الإرهابية المسلحة بها كما زاروا عددا من المنشآت الصناعية التي عودت العمل والإنتاج واستمعوا من أصحاب المنشآت وعمالها إلى شرح حول ظروف عملهم والصعوبات التي يواجهونها ومقترحات تحسين بيئة العمل والإنتاج في المدينة الصناعية وخلال اجتماع معصين وإدارة المدينة الصناعية أكد اللواء الشعار أن الوزارة تولي كل اهتمام لتعزيز الحالة الأمنية في المدينة الصناعية ومنع أي مظهر من مظاهر الخلل ومنع الجريمة وقمع التعدي على المنشآت الصناعية وذلك من خلال جملة من التدابير الفورية الهدف لتعزيز الإجراءات الأمنية في المدينة الصناعية نحن معنيون بكل إجراءات سواء كانت إجراءات اقتصادية دعم اقتصادي أو دعم خدماتي أو دعم أمريك كل هذه الإجراءات ستجد تدعيبها أكثر وأكثر بحثنا كل إجراءات التي يمكن انتخاذها في الاعتبار من الآن وبعض الإجراءات ستم تنفيذها لاحقا ليتم براحة كافة صراعين في المدينة الصناعية وعودة من لم يقلع حتى الآن بمعمله أو مصنعه وتوفير كل الظروف والمناخات اللازمة لإقلاع هذه المدينة من جانبه بيّن وزير الإدارة المحلية والبيئة أن من أولويات عمل الحكومة هو ضمان إقلاع أكبر عدد من المنشآت الصناعية وتأمين مستلزماتها بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين فرص العمل وألفت المهندس مخلوف إلى أن كل ما يلزم لتأهيل البنى التحتية وتوفير حوامل الطاقة هو محط اهتمام ومتابعة الحكومة اليوم نشهد انتصار الوطن وانتصار جيش الوطن الجيش العربي السوري وانتصار أهل حلب على الإرهاب اليوم محافظة حلب قامت بتأمين كل ما يلزم لتنفيذ استضافة كل أهالينا من المناطق التي كان يسيطر عليها الإرهابيين هذه الجولة الميدانية تؤكد على اهتمام الحكومة لإعادة هذه المدينة الصناعية مثلما كانت داعما مهما للاقتصاد الوطني فاز فريق عمرها السورية التابع للمدرسة الوطنية الخاصة بالمركز الثاني في البطولة العالمية للفئة المفتوحة بأولمبياد الروبوت العالمي الذي اختتم فعالياتها اليوم في العاصمة الهندية هذا ويقوم مشروع فريق عمرها الذي يضم كلا من وليد عزة وفرح قادري وألم الميداني على إعادة تدوير الأبنية المهدمة باستخدام الروبوت بشكل كامل ويهدف إلى المساهمة في إعادة أعمار ما دمرته الحرب الإرهابية على سوريا من خلال إعادة استخدام مواد البناء من إسمنت ومعادل هذا وشهد الأولمبياد منافسات كبيرة بين نحو 440 فريقا تسعة منها سوريا من أكثر من 55 بلد أقام الحزب السوري القومي الاجتماعي حفل استقبال بمناسبة الذكرى الرابعة والثمانين لتأسيسه في فندق شيرة بالعاصمة دمشق أقام الحزب السوري القومي الاجتماعي حفل استقبال بمناسبة الذكرى الرابعة والثمانين لتأسيسه في فندق الشيرة بدمشق ويأتي الاحتفال في العاصمة السورية للتأكيد على أنها عاصمة الأمة والصمود القومية وأن سوريا بفضل إرادة شعبها وتضحيات وبطولات بواسل الجيش العربي السوري لا تعرف إلا أن تكون في موقع الريادة بوحدتها واستقلال قرارها الوطنية دمشق هي عاصمة الأمة وأن دمشق هي عاصمة المقاومة وأن دمشق هي مستقبل بلادنا كلها لذلك شئنا من خلال الاحتفال اليوم أن نقول نحن مستمرون في موقفنا في مواجهة الإرهاب ومستمرون في وقوفنا إلى جانب الجيش العربي السوري إلى جانب قيادة سوريا سلامة سوريا التي نقاتل مع كل الحلفاء من أجلها سلامة سوريا في رأينا هي سلامة الأمة إن سلمت سوريا سلمنا جميعا وستسلم سوريا المشاركون في الحفل شددوا على دور الحزب الفاعل إلى جانب الجيش العربي السوري في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سوريا حتى تحقيق النصر وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن نحن في ذكرى مرور 84 عاما على مدرستنا القومية الاجتماعية التي خرجت الشهداء والقادة الأشبال والشعراء والأهم أنها خرجت أعضاء يعتقدون أنهم مؤتمنون يعتقدون كل الاعتقاد أنهم مؤتمنون على قضية أمتهم على قضية تساوي وجودهم وقد جسدوا ذلك في ميادين الفكر والثقافة وفي ميادين الصراع مع المشروع الصهيوني على أرض فلسطين واليوم في ميادين الصراع مع المشروع الإرهابي حضر الحفل العديد من الشخصيات الوطنية والسياسية وتمت الدعوة من خلالهم على العمل لنهضة سوريا والدفاع عنها وتعزيز الانتماء إلى أرض الوطن وتعميق الوجدان المجتمعية لما فيه مصلحة الشعب السوري محليا وبرعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس افتتحت في محافظة اللاذقية اليوم جامعة وفتتحت جامعة المنارة التي هي أحد مشاريع الأمان السورية للتنمية التي تشكل صرحا تعليميا جديدا ينضم إلى الجامعات السورية الأخرى في مسيرة العلم والمعرفة وذلك خلال حفل قيمة بمقرها المؤقت في المشروع العاشر بمدينة اللاذقية برعاية المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وحضور وزير التعليم العالي ومحافظي اللاذقية وطرطوس وعدد من الشخصيات الأكاديمية والعلمية أعلن عن افتتاح جامعة المنارة في اللاذقية لتكون منارة جديدة من منارات الفكر الإنساني والإبداعي صرح حضاري وعلمي كبير هي جامعة المنارة اليوم في فرع المؤقت في محافظة اللاذية الرد الواضح على هذه الحرب جنبا إلى جنب مع إنجازات قواتنا المسلحة هو بناء الإنسان وبناء الحضارة هذه الجامعة المنارة التي تؤكد تحدي واصرار شعبنا على التقدم وبناء الجيل في محاربة الإرهاب ومحاربة هؤلاء المرتزع لما بنحارب الإرهاب بنحارب بالشكل المقابل نبني العقول ونبني الكوادر ونبني حقيقة رأس مال البشري يلي بده بكرة أيضا يدافع عن البلد الجامعة وهي أحد مشاريع الأمانة السورية للتنمية افتتحت عدد من الكليات الهندسية والطبية والأدسية وفق أحدث المناهج التعليمية والنظرية والتطبيقية وتستوعب أكثر من 1300 طالب وطالبة لمدة ثلاث سنوات وتقدم أيضا منحا دراسية لأبناء وبنات الشهداء مع الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة سيكون لجامعة المنارة دورا متميزا في إبراز العلاقة بين الجامعة والأوساط الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والثقافية والفكرية نحن في جامعة التشرين نفتخر بأن جامعة المنارة وقعت أول اتفاق بينها وبين جامعة التشرين للتعاون في المجالات العلمية والاجتماعية والبحثية هذه الجامعة إن شاء الله ستكون صرح علمي في مسار التعليم الخاص طلبت جامعة المنارة الذين شاركوا في افتتاح جامعتهم عبروا عن سعادتهم لما تقدمه هذه الجامعة من خدمات وبرامج تعليمية نمط كثير جديد بالدراسة أولا منهاج بالإنجليزي وتكنولوجيا بإعطاء المحاضرة وبصراحة سهلت أكثر عن الطالب الافتتاح كان كثير حلو كويس والمنهاج والطريقة اللي عم تدرس فيها المناهج والمواد كثير كويسة وممتازية نشكر هذه الجامعة كثير وفارتنا يعني بظل هذه الحرب أنه وفارتنا كثير أشياء كنا لم نتوقع أنه تتوفر الجامعة هون كثير حلوة مأمنت لنا كل شيء بدنا ياه كل شيء يلزمنا وما في شيء نائس يعني كل شيء مأمنينه بأساليب حديثة وطرق تعليمية مريحة وكويسة ستبقى جامعاتنا السورية شعلة علم وأمل متقدة ومنارة للجميع ومثالا حيا على المساهمة في بناء سوريا المستقبل يدم بيد مع الجيش العربي السوري ليؤكد السوريون للعالم بأنهم باقون وصامدون ومستمرون في بناء العقل والدفاع عن الإنسان ليس غريبا على وطن شامخ كسوريا أن يلفظ الإرهاب بالعلم ورغم استمرار الحرب إلا أن هذه الأرض لا تمل إنجاب صروح العلم كما الياسمين ففي سوريا يصنع النصر نورا وعلم من اللاذقية مازين محمد الأخبارية السورية تمكنت عناصر الضابط الجمركية بدمشق من ضبط مستودع سريح ويكمية من السلع الغذائية منتهية الصلاحية في منطقة ركن الدين بدمشق المستودع يتضمن مواد كونسوروا إضافة لسلع غذائية منتهية الصلاحية حيث يقوم أصحاب المستودع بتغيير الماركة وتغيير مدة انتهاء صلاحيتها هذا وبدورها قامت مدرية التموين بأخذ عينات من المواد الغذائية ليتم تحليلها كما قامت الجهات المختصة بإحالة المخالفين للقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها تم ضبط القبو والمواد المنتهية الصلاحية وعم يتم حاليا ضبط المواد هذه مشان تحليلها بالإشراف التموين وإحالة المخالف إلى القضاء قبو يوجد في تغليف مواد غذائية عبارة عن كونسوروا إعادة تجديد صلاحيتها لمدة عامين من الصلاحية المسبقة في قسم منها منتهي الصلاحية قسم منها السماعة والصلاحية مدة للألفين وستعاش نغير الماركة بماركة تانية مع تغيير تاريخ الصلاحية الصلاحية هي بيخلص بعد سنة عم يقدم الصلاحية سنة تانية لقدام هذا ضمن القانون هو مخالف في عدة مواد غذائية رح نأخذ منها عينات كمان نتأكد من مدى صلاحيتها نحس الوقت هذا رح نأخذ منه عينات تأكد مدى صلاحية المادة للسلاك البشري ومن الشأن سوريا الميداني وسياسي والمحلين تحولوا إلى الشأن العربية نحييكم من جديد رائحة موت وجريمة منظمة ورسمية تحيط بالأسرى الفلسطينيين من كل اتجاه وعزلتهم سلطات الاحتلال الصهيوني عن العالم في سجون وخيام وزنازين بائسة لا رائحة للحياة الإنسانية فيها وسط معاناة شديدة لا تطاقة تقرير خليل إبراهيم يوما بعد يوم تتكشف نيات حكومة نتنياهو تجاه الكثير من القضايا الفلسطينية الهامة وكل يوم يعيش الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني معاناة وآلاما كبيرة تؤكد أن الجرائم التي تنفذها سلطة سجون الاحتلال ضد الأسرى أدفها النيل من سمود الحركة الأسيرة وهو ما دفع الأسيرين أن الشديد وأحمد أبو فارة المضربين عن الطعام منذ 65 يوما ضد اعتقالهم الإداري لكسر إضرابهما بالقوة إدارة مشفى أساف هيروفيه هددت الأسيرين شديد وأبو فارة باستخدام التغذية والعلاج القسري وهو ما يتنافى مع العراف والمواثيق الدولية الأسرى الفلسطينيون يلجأون للإضراب عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري واحتجاجا على ظروف اعتقالهم اللانسانية حيث يقبع في سجون الاحتلال 700 أسير فلسطيني ضمن الاعتقال الإداري بينهم 12 طفلا قاصرا و3 سيدات ما يمارسه الكيان المجرم بحق الحركة الأسيرة من انتهاكات يرتقي إلى مستوى جرائم حرب تعكس انتهاك الكيان للقوانين والأنظمة الدولية لاسيما وأن مسلسل الاعتقال والخطف اليومي للمواطنين الفلسطيني مستمر على مدى الساعة وسط التعامل المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال تواعد وزير الحرب الإسرائيلي أبيكدور ليبرمان بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وذلك ردا على مزاعمه بأن 17 حادثة من إجمالي حوادث الحرائق المائة وعشرة التي حدثت مؤخرا كانت مفتعلة هذا وقال ليبرمان خلال جولة في مستوطنة حلمي الشمال غربي رمالة إنما اسماه الرد سيكون بتوسيع أعمال البناء في الضفة الغربية وتطابقت هذه الدعوة مع تصريحات وزير التعليم نفتلي بنت من جهته دعى وزير ما يسمى الأمن الداخلي جلعا دردان إلى هدم منازل الفلسطينيين بذريعة أنهم من مضرمي الحرائق أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى بأن قوات الحشد الشعبي تمكنت من تحرير قريتين تبعتين لقضاء تلعفر غربي المحافظة وتم رفع العالم العراقي على مبانيهما من جانب آخر أفاد نازحون من مدينة الموصل أن تنظيم داعش أرغمهم على ترك منازلهم في المدينة بعدما هددهم بالقتل وتفجير اوتهم تقرير وعد محمد قراءة ربع الحجل في إطار حربها المتواصلة على تنظيم داعش الإرهابي تمكنت قوات الحشد الشعبي من تحرير قريتين العجبوري والفطسة التابعتين لقضاء تلعفر ورفع العالم العراقي فوق مبانيهما مصدر عراقي أكد أن القوات الأمنية تمكنت من قتل مجموعة كبيرة من إرهابي داعش بعد الاشتباك معهم داخل القريتين خلية الأعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة أكدت أن سلاح الجو التابعة لطيران الجيش وجه ضربة جوية أسفرت عن تدمير عجلة مفخخة تابعة لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في قرية لزوية وزارة الدفاع العراقية أعلنت أن الجيش العراقي تمكن من السيطرة على قرية جليوخان شرق نهر دجلة جنوب الموصل فيما فجر طيران الجيش العراقي معملا لتصنيع العبوات الناسفة وعجلة مفخخة لمسلحي التنظيم الإرهابي جنوب المدينة وفي ظل استمرار المعارك الشرسة بين القوات العراقية المشتركة وعناصر تنظيم داعش الإرهابي لاستعادة المدينة من سيطرة التنظيم يكشف الواقع عن معاناة كبيرة للاجئين التي وصلت أعدادهم إلى أكثر من سبعين ألف شخص هربوا من الموصل منذ أن بدأت القوات العراقية عمليتها العسكرية لاستعادة المدينة في تشرين الأول الماضي من العراق إلى اليمن حيث استادفت القوة الصاروخية للجيش اليمني ولجان الشعبية قاعدة لموة العسكرية السعودية في عصير بصاروخ الباليستي من نوع قاهر واحد هذا وأكد مصدر عسكري يمنيا الصاروخ أصب هدفه بدقة عالية مضيحا أن القاعدة التي تم سادفها أنشئت مؤخرا بشكل سري للمساعدة في استمرار عمليات العدوان السعودي على اليمن من جهة أخرى قضت وحدات من الجيش اليمني والجان الشعبية على أربعة جنود سعوديين في منطقة المعزاب والسرداح في جيزان الرد اليمني بعد ساعات جاء من ارتكاب النظام السعودي مجزرة جديدة في محافظة الحديدة تقرير بشري البودة طائرات النظام السعودي تستهدف مبنى نقابة الأطباء بمنطقة المحمول بمديرية المشنة وتخلف أضرارا كبيرة في المبنى الواقع في محافظة إب تستهدف بغارة ثانية منطقة شبان بمديرية جبلة مصدر أمني بالمحافظة أوضح أن طيران العدو شن ثمان غارات على منطقة الجر بمديرية عبس مستخدما قنابل عنقودية محرمة دوليا القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية ردت على العدوان السعودية عبر ضرب تجمع زوارق حربية تابعة لنظام الرياض قبالة مثلث العمري بمديرية ذباب جنوب غرب محافظة تعز بخمسة صواريخ كاتيوشا إلى ذلك تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية من تدمير آلية تحمل أسلحة متوسطة خلف تبة المحضار وفي السياق السياسي تصريحات جديدة أطلقها محمد عبد السلام كبير المفاوضين عن جماعة أنصار الله عندما قال إن اتفاق مسقط مع الولايات المتحدة بشأن وقف الحرب ما زال قائما بحسب ما أبلغ به من الطرف العماني وأن هناك ربما محاولة من الطرف السعودي لإيجاد نوع من الالتفاف على هذا الاتفاق وبشأن الهجوم على الحدود السعودية قال المتحدث باسم أنصار الله إن الحرب على الحدود جاءت ردة فعل طبيعية للعدوان على اليمن وتعهد بألا تكون هناك حدود آمنة لمملكة النظام الوهابي ما دام هناك عدوان على اليمن كشفت التحقيقات المصرية أن المعتقلين في إطار قضية تشكيل خلية أرهابية في إحدى المحافظات المصرية التحقوا بمعسكرات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا وسوريا نجاحات مستمرة يحقيقها الجيش المصري الذي يشن حملات عسكرية متتالية ضد إرهابي داعش في سيناء لوقف تمدد التنظيم وتوجيه ضربات استباقية للخلايا التي تحاول تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد بيان للداخلية المصرية أكد إلقاء القبض على عشرة إرهابيين في السويس كانوا يقومون بالتحضير لعمليات تخريبية تستهدف بشكل خاص دور العبادة وضباط الجيش والشرطة والقضاء وأشارت الداخلية المصرية إلى أنه في إطار الضربات الاستباقية وإجهاض التحركات التنظيمية التي تستهدف النيل من الاستقرار الأمني بالبلاد وتعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر فقد رصدت الأجهزة الأمنية وجود بؤرة تكفيرية بالسويس تتبنى الأفكار الهدامة وحتمية تنفيذ أعمال عدائية تجاه مؤسسات الدولة ومن سيناء إلى السويس إلى مرسي مطروح فقد كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن توقيف خلية مؤلفة من عشرين إرهابيا مشيرة إلى أن عددا من أفرادها الذين تدربوا في معسكرات لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا وسوريا شاركوا في جريمة ذبح واحد وعشرين مواطنا مصريا في ليبيا العام الماضي يبدو أن تصاعد وطيرة الهجمات الإرهابية في سيناء والمحافظات الأخرى منذ سقوط نظام محمد مرسي الإخواني سيأخذ شكلا تصاعديا في ضوء المعلومات عن تدهور كبير في العلاقات المصرية السعودية ما يعني أن الرياض ستدفع بورقتها الإرهابية التي لا تملك سواها ضد الجيش المصري نبقى في الشأن العربي ومن مصر إلى ليبيا حيث عصيان مدني في بعض المناطق في العاصمة طرابلوس والليبيون في مدينة الزاوية يحتجون على ارتفاع الأسعار وغياب السيولة وانعدام الخدمات الصحية تقرير وعد محمد قراءة يماما واكد تجددت الاشتباكات بين القوات التابعة لغرفة عمليات البنيان المرصوصة وعناصر تنظيم داعش الإرهابية في منطقة الجيزة البحرية بمدينة سرط الليبية العميد عبدالهادي داراه أكد أن قوات البنيان المرصوصة تمكنت من قتل أربعة عشر إرهابيا من تنظيم داعش وأن القوات أحرزت تقدما كبيرا في منطقة الجيزة البحرية وسيطرت على أكثر من خمسة وثلاثين منزلا وعلى المنازل المطلة على عمارات ستمائة وست وخمسين وجرى تمشيطها من الألغام ولا يزال عدد من عناصر داعش يتحصنون في مئة منزل المركز الأعلامي التابع لقوات البنيان المرصوصة أشار إلى أن انتحارين من تنظيم داعش قاموا بتفجير نفسيهما أثناء الاشتباكات أحدهما بحزام ناسف والآخر بواسطة قنابل يدوية وأكد مصدر طبي مقتل تسعة عناصر من قوات البنيان المرصوصة وستر من ثلاثين جريحا جراء تفجيرين نفذهما تنظيم داعش في سرط مشيرا إلى أن التفجيرين وقعا بعدما قامت إحدى العناصر النسائية التابعة لتنظيم داعش بتفجير حزام ناسف وعبوة ناسفة فجرها أحد عناصر التنظيم وفي سياق التطورات الميدانية أيضا هذه المرة في مدينة الزاوية الواقع على بعد 47 كم غرب العاصمة الليبية طرابلوس اندلعت مواجهة مسلحة في منطقة الرزاقة بين ميليشيا الخضراوي وميليشيا الحنيش أسفرت عن مقتل عنصر من ميليشيا الأخير فازت امرأة واحدة معارضة في وقت هيمن نواب من الأخوان المسلمين والسلفيين على نصف مقاعد مجلس الأمة الكويتي الذي يضم 50 مقعدا هذا ووفق نتائج المعلنة للانتخابات التي جرت أمس فاز متشددون ومقربون منهم بـ 24 مقعدا وفق النتائج التي نشرتها لجنة الانتخابات ما أثر مخاوف من تعطيل سياسي جديد فيما تراجع عدد النواب الأقليات إلى 6 مقابل 9 في المجلس السابق من جهته بعث الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقيات تهنئة للفائزين بعضوية مجلس الأمة ومن الشأن العربي ننتقل إلى السياسة الدولية رئيس حزب الشعب الجمهوري يدعو الأتراك للتواحد ضد نظام أردوغان وآلة القمع الإخوانية تستهدف الصحفيين والأكاديميين مجددا بينما يلوح رئيس النظام في أنقرة بتمديد حالة الطوارئ لستة أشهر أخرى رئيس حزب الشعب الجمهوري كمالك لتشدار أغلو يدعو الأتراك لتوحيد الجهود من أجل وقوف في وجه ظلم نظام أردوغان الإخوانية وإعادة تركيا إلى طريق الصواب لتشدار أغلو أكد مشددا في كلمة له أمام أنصار حزبه أن أردوغان هو من أرسل السلاح إلى الإرهابيين في سوريا وها هو اليوم يورط الجيش التركي في مغامرة جديدة في الشمال السورية وفي سياق مسلسل العزل والاعتقال تستمر سلطات نظام أردوغان باستغلال حالة الطوارئ لتصفية المعارضة الفكرية حتى من الجامعات أكثر من أربعة آلاف أكاديمي وأستاذ شمعي طردوا من عملهم خلال فترة لا تتجاوز الشهرين عصيلة كشفت عنها وسائل أعلام المعارضة في ظل سياسة قمعية تضع قانون الطوارئ حجة لها لتكسر الأقلام وتغلق الأفوى وجنوب شرق تركيا منطقة محرمة على الأعلام شرطة نظام أردوغان وبعد اعتقالها لمراسلة محطة بي بي سي البريطانية في مدينة سيرت أثناء عملها الصحفية اعتقلت أيضا مراسلة محطة صوت أمريكا في ديار بكر دون سبب سياسة التعتيم العالمية التي تنتهجها حكومة العدالة والتنمية على وجه الخصوص في مدن جنوب شرق البلاد دفعت بحزب الشعب الجمهورية لتشكيل لجنة برلومانية خاصة لزيارة مدينة ديار بكر وذلك بهدف الكشف عما يخفيه أعلام السلطة عن الشعب التركي أما الآن نبقى مع باقة من الأخبار الدولية مع غادير غفر أعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس مجددا أن حل الأزمة القبرصية رهن بانسحاب القوات التركية من شمال الجزيرة قتل نحو ثلاثين مدنيا في هجوم مسلح استهدف قرية في إقليم نورث كيفو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم أعلنت مصادر عسكرية باكستانية عن خطف ستة باكستانيين يعملون بشركة بولندية تعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز شمال غرب البلاد من قبل مسلحين اعتقلت السلطات الإسبانية مواطنا إسبانيا في العاصمة مدريد كان يقتن في إقليم لاس بالمس بجزر الكناري للاشتباه بانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي قتل أحد عشر إرهابيا تابعين لمجموعة ميوت المتواطئة مع تنظيم داعش بعد اشتباكات مع القوات الفلبينية في بلدة بوتيغ في خبرنا الأخير أجرت الصين تدريبات عسكرية روتينية غرب المحيط الهادئ بهدف تعزيز قدراتها في حماية السيادة الوطنية للبلاد وتحقيق الأمن والتنمية السلمية إلى العنوين الجيش السوري استعيد السيطرة على جبل بدر في حلب ويتقدم في حي الصخور ويفشل تقدم الإرهابيين في ريف القنيطرة الكيان الإسرائيلي يتواعد بزيادة مستوطناته في ضفة الغربية مجازل النظام السعودي مستمرة ضد الشعب اليمني والجيش اليمني يردوا سريعا باستهداف قاعدة عسكرية سعودية وصلنا إلى ختام الساعة الأخيرة من الأخبارية السورية في العاصمة دمشق قل لكم تحية فريق العمل من الأخبارية التي وعدتكم بأن لا تغيب ذكرى شهدائنا وأن تبقى حاضرة دائما إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر